أصدرت السلطات اليونانية أوامر بإخلاء 14 قرية كإجراء احترازي على خلفية نشوب حريق غابات مدمر ألحق أضراراً في منازل ومناطق سياحية جنوب البلاد ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين بإدارة الإطفاء الوطنية قولهم أن 17 طائرة و3 مروحية تساهم في جهود إخماد الحريق الذي شبى على بعد 70 كم غرب العاصمة أثينا من جانبه أفاد متحدث باسم إدارة الإطفاء أن أكثر من 180 من رجال الإطفاء ساهموا في مكافحة الحريق وأضف أنه إلى جانب إخلاء 14 قرية تم إخلاء إثنين من الأديرة المسيحية الأرثوذكسية في المنطقة فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات